التكنولوجيا الاقتصاد الجديد الثورة الصناعية الجديدة اللي في العالم وبالتالي لازم يبقى فيه عندك تعليم تكنولوجي رفيع المستوى الجامعات التكنولوجية دي عبارة عن ايه بتعمل ايه تخصصاتها البرامج الدراسية خذ بالك الجامعات برا ما اسمهاش مثلا ايه انا داخل كلية الهندس فيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها برنامج كذا جوه اللي هو ايه بقى طيب وازاي بقدر ااهل الخريج بتاعي ده لسوق العمل اذا كان سوق العمل ده محلي او اقليمي او دولي معانا داخل الستوديو ينورنا ويشرفنا الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية اهلا وسهلا اهلا بك دكتور ايضا معانا دكتور محمد شكر نادا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية منورنا يا دكتور ازاي الحال كله تمام طيب نبدأ من اليمين دكتور هشام هو يعني ايه جامعة تكنولوجية هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم الجامعة التكنولوجية تم انشاءها في 2019 بقرار رئاسي بقانون الغرض الاساسي منها خدمة الصناعة الصناعة محتاجة human resources او عناصر فعالة تقدر توطن الصناعة في مصر توطين الصناعة مش بس آلات ومعدات الانسان هو اهم حاجة في هذا الوضوع فعشان نعمل الانسان دوت لازم ادربه احنا كان عندنا تعليم فني وعندنا تعليم هندسي بنفتقد الحاجة اللي في النص اللي اهم العدد الكبير اللي هو التعليم التكنولوجي هو بيجمع ما بين انه هو بيشتغل بيديه وعنده المهارة بتاعت الشغل بيديه وفي نفس الوقت عنده الفكر والفكر بتاع انه هو يديزاين وينفذ بنفس الوقت تجميع هذا الهندسي اللي هو بتاعت الدزاينر والفني اللي هو بيشتغل بيديه في تعليم راقي باللغة الانجليزية بالكامل جاهز انه يتعامل مع زي ما حضرتك المنتج عشان السوق المحلي والدولي ودعم الصناعة بشكل مباشر دعم الدولة في هذا الموضوع كبير جدا لان الدراسة مصاريف الدراسية اللي بتتدفع مجيش تلت او اقل من التلت اللي بيدفع على الطالب في السنة طب هو الاستثمار بتاع الدولة ده رايح فين هو رايح عشان دعم الصناعة تلاقي بشكل مباشر الانسان اللي جاهز يقدر يشتغل ده بيجي ان احنا عندنا 60% من وقت الطالب تدريب عملي بداخل المصانع و40% تدريب اكاديمي بداخل الجامعة الصناعة كده هو دخل واشتغل الصناعة نفسها بتختار منهم كوادر بيجي لنا جوابات بشكل مباشر والله احنا عايزين الاسماء اللي اتدربت عندنا دي دي فرص التوظف ندام ما شفوهم وجربوهم وجربوهم واختروهم اه يعني ولا انترفيو بقى ولا حاجة خلاص هو جاهز ان هو يختار وعارف ان ده من ثاني يوم هيجي يشتغل ولا هتدرب ولا حاجة خلاص هو اتصرف عليه في الفترة دي طبعا بلاس ان احنا ما يسمى برنامج 2 بلاس 2 بعد سنتين احنا بنخرج دبلوم متوسط عالي يقدر يروح يشتغل سنة اتنين تلاتة ويرجع يكمل مرحلة البكاريليوس طبعا ما فيش جامعة تانية تقدر عندها الدينماكية دي ويقدر لو هو جاب فوق التمانين في المية يكمل بشكل مباشر للبكاريليوس التكنولوجي كويس جدا فبالتالي شكل التعليم مختلف برامج زي ما حضرتك قلت البرامج دي اللي تم انشاءها فيه برامج ستاندرد بدأت بها الجامعة وبعين تتبع الدعم الصناعة عايزين برنامج تفتحوه لتكنولوجيا انتاج ونقل البترول فبنفتح برنامج بالتعاون مع الصناعة عشان تكنولوجيا صناعة نقل وانتاج البترول يبقى اذا مش احنا اللي بنافتح البرنامج بيتم نتيجة طلب الصناعة لحياجات السوق بالزبط تكنولوجيا الاطراف الصناعية والاجهزة التعودية فالحاجات دي ما كانش لها حد بيشتغل بها اللي بيشتغل بها كده صبي وبيتعلم دي متطلبات سوق العمل متطلبات سوق العمل وهم بيشاركونا في عمل البرنامج الكريكلا من نفسها المحتوى والمناهج وبيتم اعتمادها من المجلس الاعلى للجامعات وعلى هذا الاساس بيتم اعتماد البرنامج عشان طبعا في الاخر هو معتمد من الحكومة طبعا جامعات حكومية اه طبعا لا لا خالص انا هنا عايز بس ارجع لها دكتور بقى محمد شكر محمد شكرا علشان هسأل علم سألت انا كنت بقول ايه الدراسة برا برامج بش حاجة اسمها داخل كلية الهندسة بش كلام من ده انا داخل علشان ادرس كذا ايه البرامج اللي عندنا في البداية بدأت الجامعات التكنولوجية ب3 جامعات جامعة بنسوف التكنولوجية وجامعة القاهرة الجديدة تكنولوجية وجامعة الدلتا في قوسنا التكنولوجية كان البرامج في الثلاث جامعات تقريبا متشابهة في تخصصاتها فعلى سبيل المثال حاليا احنا وصلنا في جامعة بنسوف الاول جامعة بنسوف التكنولوجية في البداية اول سنة كانوا برنامجين كان برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس وتكنولوجيا المعلومات ومع التطور اللي بيحصل في مجال التعليم التكنولوجي واللي ماشي بشكل سريع في الفترة الاخيرة في مصر وده فرصة من خلال البرنامج يعني توجيه التحية والشكر للقيادة السياسية والوزارة التعليم العائلة ومعالي الوزير والقائمين على المجال حصل تطور كبير لدرجة احنا وصلنا من بعد حالين خمس برامج بنسوف التكنولوجية اضاف للبرنامجين اللي تم ذكرهم برنامج لتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وبرنامج لتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقومية وبرنامج خامس لتكنولوجيا السيارات أو الأوتوترونيكس فكلهم من أساميهم برامج حديثة وبرامج ممكن يكون فيه يعني احنا برضو من خلال يعني ان الواحد شرفه بالتعرض لتجارب عالمية في دول كبيرة ومن خلال ان كنت مستهار ثقافي قبل كده فشوفنا في بلاد الخارج في الخارج الاهتمام بمجال التعليم التكنولوجي والمجال العملي فالتخصصات دي مطلوبة مش بس في مصر ممكن مطلوبة برا وبتتواكب يعني يمكن ملاحظ ان هي بتتواكب معها وبتتزامن في تناسك مع المشروعات القومية اللي بتتم في مصر من إنشاء مدن جديدة زي العصامة الإدارية والعالمين وخلافه توسعات وتطور في قطاعات مختلفة كقطاع السكك الحديدية مثلا احنا لسه النهاردة في خامة الرئيس كان مثلا في اجتماع مع مختصين وفي مجال الأطراف الصناعية بالضبط امبارح كان ايضا في خامة الرئيس في النقاش ايضا مع احدى من شنقول اسم الشركة احدى الشركات العالمية في مجال السفن والطاقات الجديدة احدى اللي بتقول مش دعم فكل ده من التخصصات اللي حتى اهتمام الدولة فيها ده معناه ان محتاجين ليه كوادر في المجال ده فاني بقى فيه جماعات تكنولوجية في نفس التوقيت ده فده يدل ويؤشر على الاهتمام الدولة بالمجالات دي فبالتالي الجماعات تكنولوجية بدأت تتوسع بدأت ممكن زي معالي الدكتور هشامي متفضل وقال ان مجالات هندسية وكان الناس بتتكلم احنا دلوقتي هي البداية كانت هندسية انما لما حنشوف دلوقتي في الحوار مع حضرتك التوسع وصل لفين امتد الى المجال الادبي يعني بقى فيه سبع جماعات جديدة السنة دي دخلها مخطط لها تدخل الخدمة في العام الأكاديمي 2022-2023 السبع جماعات دول يعني منتشرين ايضا في الجمهورية في اماكن مختلفة وتم اختيارها بناء على معايير واضعها بالنسبة وموقعها بالنسبة للصناعة لانه بتخدم في الاساس صناعة زي ما الدكتور هشام برضو تفضل فحنلاقي من ضمن البرامج اللي طلع فيه الجماعات السبعة الجديدة برامج خاصة مثلا بتكنولوجيا السياحة والفنادق والصفر ده بيقبل طلاب من السنوية العامة أدبي حتى دي بقى فيها تكنولوجيا بالزبط كده حضرتك فبالتالي الموضوع ما بقاش هندسي فقط ما بقاش السؤال دايما بيطلع طب اللي هيتخرجوا دول حيبقوا في نقابة المهندسين بيتعمل لهم بالمناسبة نقابة نقابة تكنولوجيين الموضوع دلوقتي بقى توسع عن أنه بقى مجرد المجالات هندسية أو تكنولوجيات هندسية ده تكنولوجيات تكنولوجيات طبية في برامج جديدة طالعة برضو في برامج الخدمات التكنولوجية الخدمات الصحية برضو في السبع جماعات الجديدة والثلاثة القائمين فيهم برنامج الأطراف الصناعية ده بيقبل من شعب تعلوم فالدنيا بدأت تتوسع أكتر بدأ بيقبل بالإضافة طبعا في الأساس بيقبل طلاب التعليم الفني فما بقاش دلوقتي فقط مجال هندسي إحنا على سبيل المثال في بنسوي في التكنولوجيا أيضا تتميز بأن فيه تعاون دولي يعني فيه تعاون مع كوريا الجنوبية حلو بنعمل تعاون آخر جاري العمل عليه مع بيلا روسيا فيه مجال تكنولوجيا الميكانة الزراعية طب ده هنقول بقى مهندس أو بكلية زراعة ونقول إيه مجالات بقى مش تعاون في تكنولوجيا صناعة الأسلحة مع بيلا روسيا شبطار أصلهم في الحاجات دي وارد حضرتك يبقى فيه توسع في المستقبل إحنا النهاردة يعني في الفترة الأخيرة بالمناسبة يعني بقى فيه كلية عسكرية تكنولوجية أه أيضا يعني اللي كان المعهد الفني الدنيا بتتطور الظهر أصلع من الواحد قدرة واحد زي حالاتي على التفكير يعني معنا برضو يعني مش زي حضراتكم حضراتكم في النهاية خلص أسادزة وعلماء طبعا أنا هنا هرجع للدكتور هشام في حاجة أنا بقعد أفكر في مثلا صديقي العزيز اللي ما يعرفنيش إيلوم موسك بيطور الشركة عنده أو بالفعل عمل اشتغل على تطور الشركة عنده وعنده مركز متعلق بصناعة تكنولوجيا لرفع كفاءة الإنسان والكائن البشري وتشيبس بتتزرع فش عارف فين في المخ وخلى يعني أنا شفت كانوا عاملين مؤتمر خلى حد غير مبصر يعني يميز مبدئيا الأشكال والحركة وما إلى ذلك ووعد وقتها كانت من أربع سنين قال إنه إحنا قريبا هنخليه كمان يقدر ينبس نظارة يميز بيها الألوان وما إلى ذلك ده نوع من التكنولوجيا أظنه فائق بس إذا أنا أخذ من كلام دكتور محمد شكر التعاونات الدولية اللي بنعملها مع مركز كبيرة تطلع بقى مركز موسك تطلع مركز حد تاني إلى آخره بتمشي إزاي وإزاي بنقدر نختارها أو نخلق هذه البروتوكولات وطبعا الأساس فيها لازم تكون جامعات مميزة وبرامج مميزة فإحنا مثلا في موضوع الأطراف الصناعية دي بنعمل بروتوكول في القريب العاجل إن شاء الله مع ستراس كلايت في سكوتلندا دي من أشهر الجامعات في الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وده تم طبعا اختيارها مع الوزارة ومع الفرق العمل في الوزارات المختلفة عشان تميزها في هذا البرنامج فحتى لما بتعمل مع جامعة أو حاجة بتعمل لبرنامج ما بتخدش بقى الجامعة وعشان تعمل في كل العايز البرنامج ده العايز البرنامج ده في الجامعة دي لتميزها على مستوى العالمي وهكذا برضو بالنسبة مثلا لحاجات في لوريدا يونيفيرستي مميزة مثلا في الارتفيشال انتليجنس أو في سايبر سيكوريتي فبالتالي بيتم الاختيار على هدف معين عشان تحقق الرقي ده الكريكلم نفسها زي ما الدكتور محمد ندا بيقول احنا لازم تكون جاية طبقا لانترناشنال ستاندرد ما خدناش لسه معايير عالمية ما خدناش لسه المعايير عالمية احنا لسه جامعات ناشئة لكن المحتوى من الاول جاي على المحتوى العالمي بحيث ان احنا هنمشي في اجراءات ده من ضمن معستجرس كرايد مثلا في الاطراف الاصطناعية عندنا ثلاث نقاط للتعاون الدولي النقطة الاولانية بتاعتنا ان احنا يرجعوا المحتوى بتاعنا بحيث ان هو يبقى محتوى عالمي وهو يبقى عن محتوى بس طبعا هيحدسوه نقطة رقم اتنين ان احنا هناخد الانترناشنال لايسنز بحيث ان احنا نبقى معترف بنا للاجهزة التعويضية والاطراف الاصطناعية ترخيص دولي يبقى الطالب اللي يطلع زي ما حركت افضلت في اول البرنامج خالص قادر عن ان هو يشتغل في مصر او في اي دولة تانية يطلع الماني يطلع اسكتلاندا يطلع امريكا هو خلاص الرقم ثلاثة دي والدجري بحيث بقى ان هو يعمل سنة اتنين هنا مزدوجة هنا ويروح يكمل هناك او اللي هناك يجي يكمل هنا المؤمن في الاخر خلاص هو باخد انترناشنال فده بيتجاهز الطالب وبيرفع مستوى الصناعة انا عايز ارجع تاني ان هو ده كله عايز يرمي في الصناعة عشان يرفع المستوى بتاعها لانك انت لو رفعت مستوى الانسان جوه الصناعة هو ده العامل الاساسي في الرفع المنتالي بتاعته اللي يقدر يتعامل مع الاجهزة والمعدات كمان عندنا في جامعة القاهرة التكنولوجية احنا بنفتتح ان شاء الله في نهاية اكتوبر اول حاضنة تكنولوجية في الجامعة التكنولوجية الحاضنة التكنولوجية والابتكار والاختراع والريادة الاعمال الغرض منها الاساسي يعني اطلاق العنام بقى للطلبة والابتكار والاختراع وانه عنده مكان جوه الجامعة يبتدي يرعى ويعمل له ستارتاب مش بس يبقى موظف ليه بس يبقى موظف طبعا انا قريدي بشتغل بايدي وعندي الفكري بتاعي طبعا انا بتيدي يكون شركتي والجامعة تعمل مكان تتبنى فيه الستارتاب والافكار الجديدة فبالتالي التعليم لازم يتغير الفكري بتاع ولازم نغير فكري الولاد ان هو لازم يهو هيطلع عشان هيبقى موظف مش يطلع موظف يعني ده من الدرجات لكن ليه ما طلعش وابقى عندي شركتي وطبعا حالك عارف ان ريادة الاعمال في العالم كله هي الاستثمار الامثل في الابتكار والاختراع وهذا المجال حالي ستبنقول له ايلون موسك يعني حاجة بقى اغنى رجل في العالم طب انا هستأذن في ان انا على الوقت عمل بيجري بشعبتي عايز اروح بسرعة على الدكتور محمد شوكر طيب احنا بنتكلم على مسألة المتطلبات بتاعة العالم مش بس مصر طيب بس كمان انا في مصر بشتغل على ان انا عايز بقى في عندي تصنيع وتوطين لصناعة السيارات زي وقتك اتكلمت وبنشتغل اكتر على ان انا عايز اعمل بنيا صناعة صناعة السيارات الكهربائية على سبيل المثال ودايما نعود افكر في حكاية صناعة السيارات الكهربائية دي مش دي الحدوتة الحدوت عندي في البطارية فانا هسأل بقى هل احنا عندنا او قريبا هيبقى في عندي برنامج متعلق ب تكنولوجيا الطاقة وهندسة المواد فاقدر اعمل بطاريات نفسي نعمل بطاريات في مصر ومحضرتك البعد الدولي حقيقة كلمتها دي مهم جدا اللي برضو جزء الاخير ده ليه علاقة بي فالحمد الله جامعة بنسويف التكنولوجيا ايضا حصلت برامج في جامعة بنسويف التكنولوجيا وده كان خبر سعيد ليس على المستوى المحلي على مستوى الجامعة فقط انما يعتبر انجاز على مستوى مصر ان احنا حصلت على الاعتماد الدولي من كوريا الجنوبية من هيئة إيبك للاعتماد البرامج الهندسية وده يعني انجاز كبير من فترة قليلة ان جامعة مصرية في المنطقة وليس فقط يعني على المستوى الاقليمي والمحلي تحصل على الاعتماد الدولي فطبعا ده يؤهل الطلاب ممكن الى العمل والدراسة ايضا في الدول التي تعترف بهذه المعادلة بالاضافة ان برضو الجامعة حصلت تم اختيارها من مجلس مكتب من مكتب رئيس مجلس وزراء كوريا الجنوبية والمكتب الرئيسي للتعاون للهيئة التعاون للكورية ان يكون كافضل من احد افضل مشروعات على مستوى العالم لكوريا لحيئة المعاونة الكورية فده طبعا انجاز كبير برضو ان اختيارها في 2022 كل ده بيساعد على ان ان ده يصب ايضا في التعاون الدولي اللي ممكن يساعد على حاجة زي كده ونبقى فيه تطوير لان اصلا الصناعة التكنولوجيا للسيارات الكهربائية هي موجودة موجودة في البرامج الحالية بشكل ما يعني موجودة من خلال برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة صناعة السيارة نفسها وسناعة التكنولوجيا للسيارات ايضا فالتنين وده برضو فيه محاولة جاري العمل على عمل هذا التكامل بين البرنامجين بحيس ان هم يخدموا ويصبوا فيه الهدف اللي حضرتك القهربائي فوارد جدا في ان ان يعني يعني في المستقبل ان يبقى فيه اهتمام ويبقى عندنا توطين لصناعات معينة مبارح ايضا بالمناسبة ايضا احدى القطاعات المهمة في الدولة كانت برضو بتتكلم على تعاون مع احدى الشركات الكبرى في مجال التلفوني المحمول مشانقول اسمها برضو بس هتو ليها مصنع في مصر ممكن اقول ليها مصنع في مصر انا عرفت خلو ماشي فبالتالي دول احنا احنا اريد فيه تعاون اصلا مع احدى كبرى شركات الالكترونيات بس الشركة دي بتصمع احنا جباني سويف لا دي واحدة تانية واحدة تانية كمان احنا بني سويف دي احنا فيه تعاون احنا بنجري اريد فيه تعاون معها وفيه طالبة عندنا بيتدربوا عندهم فعلا وفيه برنامج يعني مكسف معهم لتدريب الطلبة زي ما الدكتور ريشام قال جزء العملي مهم جدا يعني 60% من شغل الطالب عملي ليس فقط مصانع انما مصانع وداخل الجامعة ايضا بمعامل احنا عندنا معامل جزء منها مجهز بالدعم المصري وجزء اخر مجهز بالدعم الكوري الجنوبي ففيه معامل ممكن يعني متميزة في الجامعة فلتأهيل الطالب ايضا الخريج ان هو يبقى معهل اكتر لسوق العمل ولتطور العالمي يعني دلوقتي حضرتك احنا ممكن بعد العمل نحو توطين الصناعات في مصر فده ممكن يدي تميز لمصر خصوصا ان على التوازي ماشي تأهيل كوادر للعمل في المجالات دي ليه كلها قيام مضاف هو حديث شديد القصر لكن يعني انا اتمنى انه يبقى في حديث لنا تاني اكثر يعني بساحته تبقى اوسع يبقى اكثر طولا اكثر عمقا من جانب المزيع عشان المزيع دماغه مدهوشة كم اسئلة نفسي اسأل عليها حضرتك املا في مستقبل اكتر يعني عشان كده دمان اعنا اصلا مهتم بحكاية البطاريات دي بقى وليتيام فوسفيت وليتيام آيون وبتاع فقد عمال بادرس في حكاية البطاريات دي لحد دمان وان شاء الله تزورنا بقى في الجامعة اللي نحن بنعمل معه بقى بطاريات بالمناسبة عشان حضرتك مهتم كده لقد نهاجب فاحنا بنعمل المعمل خلال شهر ان شاء الله نهاجب حضرتك اللي افتتاحه بقى متخصص في البطاريات وحنجيب اوتوبيس ويعني انتشغل في موضوع بطاريات بقى ليه بقى اوتوبيسات اسهل من ال اسهل شوي اسهل لقى ماشي عشان بالنسبة لنا سهل اول انت تحط البطاريات وسهل ترمي اسلاك العربيات كومباكت العربية عشان حيزها وعشان يوزن وتحويل الاوتوبيسات يجني سمار اكتر واسهل في تحويله مع شركة من الشركات القطع العام ادهو قدودة دكتور هشام ادهو قدودة دكتور محمد نورتونا وشرفتونا دم جد من القلب يعني وهاجي الجامعتين في القاهرة الجديدة باني سويف عشان اشوف حكاية التليفون دي برضو حاجات مبشرها بالنسبة لي انا بشكر حضراتكم جدا دكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة باني سويف التكنولوجية ودكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في تحرك حقيقي جوه البلد على كافة الاصعادة وديك شايف على الاقل يا سيدي عقل ايه جامعتهم رابطة الاقل دهو ده البحث العلمي قادي الجامعات في مصر بتعمل ايه على كل الكلام ممكن يكون النهار ده خلص لكن هو طبعا لسه مخلصش ولنا احاديث كثيرة استنونا بكرا ان شاء الله في نفس المعاهد لو كان لنا العمر وبرنامجكم التاسعة سلامات